مرحبا طلاب اليوم المحاضرة الثانية ان شاء الله بعد ما شرحنا الماضي البسيط وكملنا كل تفاصيله ان شاء الله اليوم راح نشرح الماضي المستمر الذي هو الزمن الثاني حتى نربطهم بالمحاضرة الثالثة تمام الماضي البسيط يفترض هذا التست راح نشوفه بالتليجرام شنو وابعكم به قبل لا نبدي راح أطيكم كل محاضرة راح تصير عبارة عن خمس أفعال شاذة يعني يفترض بداية المحاضرة أو نهاية المحاضرة ننطي خمس أفعال شاذة وهذه نحاسبكم عليها بالانتحان يعني راح نحدد أوقات للانتحانات عن التليجرام وننتحن بهذه الأشياء اللي يطيكم إياها فاليوم ان شاء الله راح ناخذ خمس أفعال شاذة احنا قلنا البارحة ان الأفعال اللي متاخذ ايدي نسميها أفعال شاذة ويفترض حفظها حتى نميز الأفعال القياسية من الأفعال الشاذة فالأفعال اليوم اللي عندنا راح ناخذهن هي خمسة الأولى بي الثانية بي كم الثالثة بي قين الرابعة بلو وأخيرا بريك حسب ترتيب الملزمة بي نشتغل تمام؟ أنا على الألفابتك مشتغلها يعني على الحروف الأبجدية ABC والآخره يفترض من الطالب أن نحافظ الترجمة والتن تفيده بالقطع الخارجية وتفيده بالترجمة بالتسقيط الأفعال الشاذة هي العمود الفقري أو الأفعال بصورة عامة تعتبر العمود الفقري باللغة لماذا؟ لأن قطعة أو جملة أو كذا هي عبارة عن أحداث والأفعال هي أحداث تمام؟ فيفترض الطالب عنده كم هائل من الأفعال اللي بي معناته هي يكون become يصبح begin يبدأ blow ينفخ و break يكسر تمام؟ احنا عدنا بالانجليزي عدنا شكل اسمه ماضي بسيط past simple و عدنا شكل آخر اسمه تصريف ثالث past participle يفترض على الطالب أن يعرف كل فعل طبعا الأفعال القياسية اللي تاخذ إيدي ماكو فرق بين التصريف وبين المعاوي يعني نفس الشكل played بالتصريف الثالث أيضا played cleaned بالتصريف الثالث cleaned تصريف الثالث درجة نحتاجها يسمونه past participle الاختصار مالته p.p نحتاجه بالمبنين المجهول نحتاجه بالندم نحتاجه بالمضارع التام نحتاجه بالماضي التام نحتاجه بالسؤال المنقول نوعا ما نحتاجه بهواية تفاصيل فيفترض على الطالب أنه حافظ التصريف الثالث يعني شون نصر automatically حافظ الفعل ماضي وتصريف ماضي وتصريف كل فعل شاد لازم تعرف عنا اثنين ماضي تصريف الماضي نحتاجه بالجهات والتصريف نحتاجه بالجهات ثانية فالبي بالماضي was where was where هذا عرفنا احنا الوزوية المفرد والآي والwhere والجمع وهنانا been بن فتصر be was where been become بالماضي became شوف شوف ما ما نضيف الـ ed على الفعل من حوله الى اذا هذا ماضي عفوان شاد الـ become هذا راح ناخده بأزمنة بمواضيع معينة لكن انت كطالب هسه تعرف مجرد تعرف الفعل الى ماضي و الى تصريف begin be gone نبدل الآي بالأي وبالتصريف الثالث نبدل الآي باليو be gone تمام؟ blow ينفخ تصير blow نبدل الآي بالأي وبالتصريف الثالث فقط نضع an blown be was where been become became become begin begun begun blow blow blowing break تصير broken break broke broken يكسر و كسره و الاخري هاي الى فعل الشادة لازم تحفظوها المحاضرة الجاية ان شاء الله راح اكتبهن بالنهاية او في نهاية الفيديو راح اكتبهن بدون ما محلولات والتطالب لازم تتدرب عليهم ودائما اتعلم اكتب لي اياهن عربي انجليزي تمام وهاي نحاسبكم عليهم تمام ملباكم بس بالحضور احاسب حتى هنا انا باليوتيوب وكذلك بالالكتروني نطلع لكم من الشاشة ونطنعكم من المحاضرة تمام فان شاء الله هذه الافعال مطلوبة هسا راح اروح على الماضي المستمر تمام الزمن الثاني اللي نحتاجه بربط بادواتنا احنا عدنا ادوات ربط نحتاج بها ماضي بسيط وماضي مستمر بعد ما اخذنا الماضي البسيط والتفاصيل تعرفوها من ناحية ظروفه شنو ظروفه المثبت مالتين نفي السؤال البي شون عاملها كل هاي تفاصيل وامانة هاي لازم تكون انت مؤتمن انه تقرأ الماضي البسيط وتكمله يلا ترجع على الماضي المستمر يعني ما يصير الطفر بالفيديوهات حتى توصل الفكرة بشكل صحيح لازم تاخذ المحاضرات بالتفصيل وكذلك بالسلح بالتسلسل ليش لاناني ابني يعني كبناء مثلا جهزت بالمحاضرة الاولى هسا مشرحت الشواضر المفروض الطالب يعرفهم فمنجه على المحاضرة الثانية لازم اطالب مواكبه يعني موضوع اليوم هو Past Continuous Past ماضي مستمر الماضي المستمر شنو هذا تفصيله قواعده تركيبه اول شي من حيث الاستخدام احنا قلنا كل زمن لازم ناخذ استخدام وظروف وقاعده من حيث الاستخدام هذا الزمن يتحدث عن نشاط مستمر ثم مولاباكم مستمر يعني بدأ بالماضي واستمر بالحاضر بالعكس هذا الزمن نشاطه يكون اقصر حتى من البسيط اي مستمر قصير اي نشاط مستمر يعتبر مؤقت لان اي جهاز يشتغل يوقف تمام فالماضي المستمر يعني يتناول نشاط وقعه في الماضي بفتره معينه بصوره مستمرة يعني شون البارحه ساعة بثلاثه كنا نسولف عن والدك اي مو الحد الان حد نسولف عن الوالد تمام هاي فتره اخذت مثلا نص ساعة وربع ساعة البارحه ساعة بثلاثه كنا نلعب طوبه اي هاي بفتره صغيرة يعني خلنا تكون ساعة ساعة ونص وانتهت يعني تقريبا الماضي المستمر يقابل بالعربي كلمة كنت ونحط نشاط كنا نلعب كنا ندرس كنا نتناول غداءنا يعني we were playing we were watching studying sleeping talking and so forth الاخري اذا يتحدث عن نشاط وقعه في الماضي بصوره مستمره ومؤقته هسه انتهى ما انتهى يعني ما ان علاقه تمام لا يفترض نقليه تمام هسه انتهى ما انتهى ما يعني يفترض ينقطع دائما الماضي المستمر ينقطع يعني مثلا ان هو هذا اللي راح ناخذه بالمحاضرات جاية انه شون انقطعه شون من خليه يستمر اوكي فالهنا نتوقف يعني من قوله انتهى او لا شن الظروف اللي تجويها ما الا ظروف هذا يعني ما عنده ظروف نستخدمها خاصة بالماضي المستمر لعددتك طالب شون تعرف تتعاملوا مع الماضي المستمر بالوزاري الجواب ما يجيك وحده هذا يعني ما تجيك جملة ويقولك تعال حليها على الماضي المستمر قطعا فيفيدك هذا باجزاء يجيب انصاص ما الجمل يعني يجيب المبني المجهول يجيب ادوات الربط يجيب كذا موضوع يجي تحويل من المضارع المستمر الى ماضي مستمر المهم ما يجي مستقل فما تحتاج عليه دلائل كليا تمام فراح ناخذه بمواضيع ماضي مستمر المهم هنا انت تعرف قاعدته ف مباشرة راح نروح على القاعدة القاعدة الباح عرفناها هو بناء الجملة القاعدة اقصد بيها بناء الجملة الجملة مين تنبني؟ تنبني ب يعني بثلاث انواع او ثلاث اشكال عندنا المثبت بناء الجملة يكون مثبت اللي هو Affirmative و Negative اللي هو النفي و Question اللي هو السؤال تمام؟ ثلاث اشكال عندنا راح ناخذها بالتفصيل بالمثبت شنسوي بالنفي شنسوي ونتعلم ايضا طريقة اضافة ال-ING نروح على الاول اللي هو المثبت خلي نشتغل المثبت تمام؟ الاول اللي عندنا هو Affirmative تمام؟ المثبت من يتكون؟ خلي نشوف يتكون المثبت من القاعدة التالية اول عنصر اول عنصر بيها هو Subject اللي نقصد به فاعل ويطين هنا بين اقواس الفعل مجرد يسمونه infinitive verb ونحظر حفظوا لي هذا الشكل على مود لا نكتب بعد عربي نكتب انجليزي Infinitive verb وباكبو باكبو معناتها فعل مجرد تمام؟ شن خليله ويصير ماضي مستمر؟ هل يا تران خليله A-D؟ لا ال-A-D محجوزة البرحة استخدمناها لتحويل الفعل الى ماضي فلازم نستخدم غير الاب راح نحط علامة اللي هي عفوا الانجي يعني احنا نحط للفعل نضع للفعل انجي تمام نخلي للفعل انجي بالنهاية وطبعا كيفية للاضافة يعني ما نضيفها راندملي ما راح نضاف عشوائي لا يعني وذن صمروف لكن بقواعد المشكلة اذا ضفت بس الانجي راح يتحول الفعل الى مستمر لكن احنا عدنا اربع انواع او اربع عزمنا اسمه المستمر عدي ماضي مستمر عدي مضارع مستمر عندي مستقبل مستمر عدنا تام مستمر فمن نضيف الانجي يا مستمر بنعتن ما يبين فمو كافي اضافة الانجي يعني الطالب اذا اضاف الانجي حول الفعل الى مستمر بشكل عام وهذا ما يفيدنا لازم نتعلم تحويله الى ماضي مستمر فاحتاج بعد علامة العلامة هي الفعل المساعدة الافعال المساعدة هي افعال ما تكرر ميزة واحدة من مميزات الافعال المساعدة انه هي ما تتكرر يعني البارحة احنا اخذنا الدد هذا بعد من نستخدمه صار ملك للماضي البسيط اليوم لازم نجيب افعال مساعدة ثانية وهي الماضي المستمر اللي هي ووز ووير ووز ووير يعني لازم نضيف قبل الانجي ووز ووير هاي تمثل علامة الماضي وهاي هنا نتمثل علامة المستمر فصارت القاعدة ماضي مستمر تمام؟ ماضي مستمر ووز ووير اي ان جي لان عندنا افعال مساعدة ثنيا حتى ما نحتار بالاختيار مالتن راح نقسمهن على اساس الفاعل الفاعل اللي عندنا هنانه يتقسم الى نوعين الاي والمفرد اللي حاتشيناه البارحة السنجلر اللي هو الهي والشي والإت اختاران الوز والذي والوي يعني الجمع بصورة عامة اللي باح اخذناه تمام؟ الجمع اللي هو الاسماء اللي تنتهي بالاس واسماء الجمع الشاذ والضمائر اللي اخذناها اللي هي الذي والوي واليو هذا يسمى الجمع تمام؟ فالجمع اختار الوير والاي والمفرد اخذان ووز خلينا اخذ امثلة طبعا انا راح اقلكم هذي ماضي مستمر لان ما عندي ظروف يدل على الماضي المستمر الا اذا انطيتكم العنوان او انطيناكم اياها في في يعني ضمن موضوع معين شون هسا هاي؟ وايل منا خلLove منا هاوف هاوف هر ديني بطينا هيتش مثال وقلنا بين أقواس كلمة correct بعد ما ندرس أدوات الربط راح الطالب يكون عنده معلومة راح تكون عندكم معلومة انه الجملة اللي تجي بعد ال while لازم تكون ماضي مستمر يعني هاي واحدة من المعلومات اللي راح ناخذها فما يعاني الطالب أول ما يجي يشوف ال while هنا موجودة راح يعتبر الجملة اللي بعدها تعتبر جملة ماضي مستمر تمام ونزرع هنا ماضي مستمر ماشي فنجي على الفاعل اللي هو منا تمام منا مفرد لو جمع مفرد نخلي ووز لو وير ووز نخلي بعدها نضيف للفعل ing طبعا عندنا لازم نتعلم الشون نضيف ال ing على الفعل مو عشوائي انا راح اضيفها السا بالطريقة الصحيحة بس ورما نكمل شرح الماضي المستمر راح ناخد كيفية اضافة ال ing هذا الفعل احنا مجرد نحط له ing having لازم نحذف حرف ال i ونخلي ing وبعدها نكمل بتكمله فصارت while when i was having her dinner i arrived انا وصلت بحال لطيفكم هيجي جمل ما نحتاج بها عناوين ولا نحتاج بها انه انا اقلكم لان هو قانون الجمل اللي تجي بعد ال while تاخد ماضي مستمر هيجي راح نشرح يعني بعدنا ما شرحيها مثال ثاني they watch they watch a nice film there طبعا وهنانا past continuous لان جملة الماضي المستمر تفتقر للظرف وصعب على الطالب يعرفها حاليا احنا دي نطلع عنوان لكن بالوزاري قلت لكم انه موضوع الماضي المستمر يجينا من ضمن مواضيع فهو يكون جزء من جملة مو جملة كاملة عموما هسه نجعل الفاعل اللي هو the day ينزل نشوفه جمع له مفرد لان احنا عدنا فعليا مساعدة ولازم نحسن الاختيار بين ال was and where لان اختيار اذا كان متعاكس فتكون جملة خطئ هذا هنا انا من ضمائر الجمع فياخذ وير ونضع للفعلان ينجي watch صير watching فصارت الجملة they were watching a nice film there كانوا يشاهدون فيلم جيد او فيلم رائع هنالك هذي المثبت شو نعرف الجملة مثبت تجينا الجملة صافية خالية من النط وخالية من علامات الاستفهام واسماء الاستفهام والنغتب نجعل النفي النفي نغتب ووضحنا انه شون نعرف الجملة نغتب من خلال وجود هاي الكلمة وجود كلمة نوت تمام؟ يا اما هاي الكلمة او وجود كلمة نوت ايضا نبدأ الجملة المنفية تبدأ بالفاعل اللي هو السبجكت وانقسمه الى قسمين لان عندنا فعليا مساعدة حتى ما تصير مشاكل نقسم الفاعل الى قسمين we have to divide the subject into two parts the first one is singular اللي هو المفرد بالاضافة الى اي يجي مع المفرد باضافة الوزولوير وين ما عندنا اضافة وزولوير وين ما عندنا تقسيم الوزولوير حصرا بس بالوزولوير الاي يصعد ويا المفرد اما بباقي المواضيع لو يكون محايد لو يكون جمع حصرا بس يعني فقط عند التعامل مع الوزولوير تمام؟ تصعد الاي مع المفرد حصرا بس بهاي الشغلة اما بباقي حياة الاي يأما يكون محايد نيوترل او يروح ويا الجمع فخافي سلطالب يقول متى نعامل الاي معاملة المفرد فقط مع اضافة الوزولوير او التعامل مع الوزولوير تمام؟ فسالمفرد والاي يأخذ الوز لان نفي باستخدام النوت علي من على الفعل المساعد النوت ما تدخل على الفعل الرئيسي يعني ما راح اخليها على الفعل اللي مجرد راح اخليها على الفعل اللي مساعد فهنا نصير وزنت سواء اختصار او كاملة بينما البلورال اللي هو الجمع هذا ياخذ وير وتكون علي النفي ويرنت تمام؟ وياي طبعا هو ممكن يطهنانا نوت بالاضافة الى فعل مجرد ويقل يحولها الى ماضي مستمر حققت كلمة الماضي من خلال الفعل المساعد حطيت وازو وير وبالشكل الصحيح نفيتهن سواء اختصار او بدون الاختصار متأثر بالاضافة الى الاي ان جي اخو طلاب كل ما يخلي نفي الى ببال انه الفعل يصير مجرد لا هذا حسب الفعل المساعد الفعل المساعد هو اللي يفرض احنا ما عدنا علامة مثل الاستمرارية غير الاي ان جي فما نقدر نهرب من عدها يعني لازم نضيفها باي هوك او كروك سواء كانت الجملة مثبتة او من فيها او سؤال نضع هنا اي ان جي على الفعل فصارت الجملة المنفية هي كالتالي القالب الاول فاعل بعد الفاعل نخلي ووزنت وويرنت بعد الوزنت وويرنت نضع للفعل اي ان جي وبالتالي راح ننتج جملة ماضي مستمر تمام؟ ناخذ عليها امثلة مثال اي نات رايت تو ماي فاذا بين اقواس حولناها الى ماضي مستمر ينزل الفاعل جملة من فيها من خلال وجود النات ينزل الفاعل اللي هو الاي بالماضي المستمر نضع ووز ووير الاي يعامل معاملة المفرد باضافة الوز ووير فنخلي هنا انا ووز من فيها ووزنت ان في ماي اثر على الفعل لازم نضيف ال اي ان جي بس دير بالكم من اضافة ال اي ان جي لازم تكون بالطريقة الصحيحة I was not writing to my father صارت الجملة كاملة وانتجنا ماضي مستمر تمام؟ I was not writing to my father تمام؟ مثال ثاني زيد انت ليث طبعا حتى لا كانت اسماء مفردة لان موجود الانت الانت من تجي مع الفاعل حصرا جمع ما به مجال تمام؟ يعني هنا زيد وليث ذو اللي جمع نجي على الجملة اول ما نحدد الموضوع لأن لقينا past continuous كعنوان عرفتنا الجملة ماضي مستمر طبعا ما كوهيش بالوزاري بس احنا دي نزرع اساس دي نعلم الطالب الشون يتعامل مع الماضي المستمر كبناء كموضوع وين يجينا هذا يجينا مع ادوات الربط اللي بعدنا مواخذيها طبعا يعني فهذا تأسيس زيد اند ليث هذا جمع ينزل الفاعل او ما ينزل ما يأثر الا انت صحيح ما يأثر ما انه علاقة بيه بعدك كيف الطالب زيد اند ليث هذا الفاعل لانه جمع راح نختار الوير لانها من في فيصير ويرنت بالاضافة الى الان جي على الفعل سليب سليبينغ فصارت زيد اند ليث ويرنات سليبينغ under stars at that time سليبينغ فصارت لها على الفعل المجرد بنا في ايضا اللي قدامنا واخيرا وصلنا للسؤال تمام وصلنا للسؤال اللي هو الكوستشن اللي هو السؤال خلي نشوف شو راح نتعامل مع السؤال السؤال ما يصير الفاعل بالبداية الفاعل ليس سيد الموقف يعني ما هو الملك بالجملة المثبتة الفاعل هو الاول بنا في الفاعل هو الاول تمام المثبت تكون صافية خالية من النوت وعلامة الاستطهام بنا في تحتوي على النوت وبالسؤال الفاعل ما يكون رقم واحد الفاعل راح يجي رقم اثنيا تمام والفعل المساعد اللي احنا نستخدمه مع الزمن هو اللي راح يكون رقم واحد يعني بناء الجملة اول مرحلة نسويها نضع الفاعل وسط الجملة هنا نخلي الفاعل هنا ومن هاي الجهة اللي هي تصير قبل الفاعل نخلي الفعل المساعد اللي هو يا اما ووز اذا كان مفرد او وير اذا كان الفاعل شنو جمع يعني حسب اذا كان الفاعل مفرد نضع وز بينما اذا كان جمع بعدها نروح على الفعل المجرد نخليه بعد الفاعل بشكل مستمر اللي هو نضع له آي ان جي تمام تصير القاعدة فعل مساعد اوكزلاري فرب اللي هو وز وير وهذا كورنج توذي سوبجكت بعدها السوبجكت اللي هو الفاعل تمام المرحلة الثانية سوبجكت المرحلة الثالثة adding آي ان جي اللي يتمثل الاستمراري تمام ممكن المعطيات اللي يطيها بين الاقواس يعطي فاعل زائد هنانا انفينيتف فرب فعل مجرد تمام وبالنهاية علامة الاستفام واحنا البار حقناها اذا ماكوا فاعل ما يخوف نجيب من عندنا فاعل اللي هو اليو تمام بتصير القاعدة اولا اولا فعل مساعد ثانيا فاعل ثالثا فعل بآي ان جي رابعا نتكمله تمام نعيد جيبوا الفاعل خلوه بالنص خلو له من هاي الجهة وازو وير ومن هاي الجهة فعل بآي ان جي مثال مثال what you استهنان الفاعل اللي هو اليو do past continuous ماضي مستمر اجينا على الموضوع حددنا انه هو ماضي مستمر خلال العنوان ليش من خلال العنوان؟ لان ماعدنا ظروف تمثل الماضي المستمر فهو بنا اساس اليك اما بالسادس الاعدادي احنا راح ناخذ هذا من ضمن موضوع ادوات الربط اللي حددنا ما اصطي نجعل الفاعل وين الفاعل اللي هو اليو تنزل هنا اي شي قبل اليو ينزل قبل الحل مالي العقبي وحتى لا ما نزلنا ما عندنا مشكلة بيه تمام؟ فالفاعل اللي هنشوفه جمع لو مفرد اليو من صنف الجمع فياخذ وير ياخذ وير مو من هاي الجهة لان اذا خليت الفعل المساعد بعد الفاعل صارت الجملة مثبت او نفي فيكون قبله صارت what were you نجي هسا على الفعل المجرد اللي موجود بين الاقواس يوضع له ING فصارت what were you doing وفاينالي question mark علامة الاسترقام what were you doing ثم عادكم تقريبا مثل الثالث متوسط اللي هو عادهم نظام التحويل يعني يطي الجملة مثبتة ويريدها من الطالب يسويها سؤال هنا عدنا بناء اللي هو يطي الجملة ما مشتغليها مفصخة وتبنون من عدها سؤال اللي هو نجيب الفاعل نخلي قبله وازو وير وبعد الفعل بING نجي تمام ناخر مثال ثاني she cook dinner for them من علامة الاستفهام تمام؟ وهنا العنوان past continuous ماضي مستمر جيت على الموضوع اول مرحلة اللي هي نسويها لازم نحدد الموضوع عرفنا ماضي مستمر من خلال العنوان بعدها نعرف بناء الجملة احنا عدنا بكل زمن ثلاثة نواع من الجمل مثبتنا في سؤال لازم ننساها اللي يمثل السؤال هو علامة الاستفهام فراح نحل الجملة بشكل استفهامي نجيب الفاعل وين الفاعل بالجملة يعطى اولا الفاعل اللي هو الشي يجي يتخلى بالوسط ونشوفه مفرد له جمع اذا كان مفرد نضع قبله ووز او اذا كان جمع نخلي قبله وير هسا هذا مفرد فنوضع قبله ووز الوز اذا كانت هي اللي راح تكون بالبداية فتكون capital letter بينما اذا قبلها كلام تكون small وهذا يفد شغلة not very important بالتصحيح الوزاري يعني مو كلش مهمة بالتعامل مع القواعد بالوزاري تمام؟ بعد ما عرفنا الفاعل شي نزلناها بالنص خلينا قبله ووز ونروح على الفعل نحوله من مجرد الى مستمر تمام؟ سهل صعب سهل جدا تمام؟ هو يعني مواضعنا كل السهلة يحتاج لها مواضبة يحتاج لها مجرد متابعة وتصير كلش بسيطة الامور شوية شوية يانا يانا كلمات لازم تخلي لك دفتر معاني المعاني هي مهمة جدا بحيث تمشيك يعني انتم بعدكم بداية السنة فحاول من بداية السنة لتضيع الفرصة مثل احنا دائما نقولها هذه واشخاص يضيعون هذه الفرصة وبالتالي يخسر انت عندك مرحلة خزن تمام؟ مرحلة زرع اللي هي من واحد ستة لحد واحد ستة تمام؟ هذه مرحلة زرع فانت شقد تزرع كلمات شقد تجيب معاني تفيدك في الحصات تفيدك في الامتحان الوزاري انتهاية كلها تستفاد من عدها في الامتحان الوزاري تمام؟ هسا الماضي المستمر اخذناه من حيث الاستخدام ومن حيث القاعدة اللي هي المثبت والنفي والسؤال بعد بقاننا بس مجرد انو نتعلم شلون نضيف ال-ing تمام؟ نجد ان نتعلم كيف نضيف ال-ing في ال end of the verb نجد ان نتعلم كيف نفعل ذلك؟ فاليوم اللي رح نأخذ هي الطريقة الصحيحة لأضافة ال-ing إلى نهاية الفعل تمام؟ شونا نخلي ال-ing نهاية الفعل المجرد؟ نجد ان نتعلم كيف نفعل ذلك؟ لازم نتعلم شونا نضيفه عندنا ايضا مطبات عدد المطبات اللي عندنا اربعة او ثلاث مشاكل لازم نحذر من عندهم المشكلة الاولى اللي هي اذا كان الفعل ينتهي بحرف ال-e تمام؟ تحذف ونضع ing هذه اول مشكلة ما عدا بس كلمة واحدة استثناء اللي هي ال-b يعني اذا حذفت ال-e تخلص بعد ما تبقى كلمة فتصير being ما عدا هاي كلمة تنتيب حرف i واحد يحذف مثلا مثلا write هذه الكلمة ادي احط لها ing لان منتهي بحرف ال-e we have to omit لازم نحذف حرف ال-e ونضع ing writing تمام؟ writing الاخره هي بدون استثناء هذه واحدة ثين ال-b اذا كانت تنتهي ب-e واحد يقول لك السيداء العادثين ال-e فقط نضع ing يعني يكون قوي ما ينحذف فقط نضع ing مثال مثلا free أو agree هذا ما نحذف من عنده لان ب-e فمباشرة نضع ال-ing عليه تمام؟ seeing الاخرين تمام؟ هذه ثنين ثلاثة a-b-c اذا كان الفعل ينتهي بال-y احنا واحدنا علامات استفهام على ال-y بالتعامل مع ال-ing شنو مصير ال-y طبعا ال-y اكو بها قبلها علة وقبلها صح فهنانة لا تقلب قطعا تمام؟ أبد ما نقلبها في كل الأحوال يعني سواء مسبوقة بحرف صحيح أو بحرف علة ما تنقلب أسعيد الياهن الأولى إذا كانت الجملة أو إذا كان الفعالية انتهي بحرف ال-e شنو مصيرك؟ تحذف ونضع شنو؟ عندنا استثناء طبعا عندنا كلمة واحدة اللي هي ال-b ما يصد نحذف هذا واحد اثنين زينة دابل-e ما تحذف فقط نضع شنو؟ ثلاثة إذا كان الفعال ينتهي بمن؟ بال-y شبهة؟ لا تقلب قطعا ونضع ال-ing وفقط نضع شنو؟ ing مثال مثل play أو مثلا كلمة study play ال-y مسبوقة بحرف علة راح فقط نضيف ال-ing playing وال-study ال-y مسبوقة بحرف صح نفس النظام يعني من يأثر سواء كانت مسبوقة بعلة أو بصح تبقى هنا بالعكس اذا انطيتكم فعل ينتهي بال-i يقلب الى y يعني عكس القاعدة اللي احنا متعلميها اذا كان الفعل ينتهي بال-i-e هذا المقطع فقط ال-i-e هنا تقلب الى y يعني بالعكس تمام؟ ونضع ال-ing زائد ing مثال die أو lie تمام؟ لا يقلب الـing وإلى آخر هين من باقي الأشياء تمام؟ حسنا صار أربع خطوات أو أربع ملاحظات على يغانية l ing وصلنا للإيه إذا كان الفعل ينتهي بحرف صحيح واحد ضعيف يعني قبله حرف علا واحد يعني بهذا النظام صاير صحيح واحد وقبل علا واحد وهنا صحيح حتى يبقى واحد بواحد لازم نضاعف الحرف الأخير ونخلي ING مثال مثلا كلمة كلمات مثلا كلمات هذا الفعل ينتهي بحرف صحيح واحد اللي هو T قبل حرف علا واحد اللي هو E وقبل هذا الحرف صح فصارت صحيح أحسب من الأخير صح بعلا بصح من نريد أن نضيف ING لازم نضاعف حرف T يصير GETTING هل نرى ذلك؟ GETTING أو مثلا كلمة RUN ال-N مشبوقة ب-U وال-U واحد من الأحرف العلة نكتب هنا من أحرف العلة اللي هنا ال-I وال-E وال-O وال-U وال-A فال-U من الأحرف العلة واللي قبله صح فصار صح بعلة بصح لذلك هذه الضعف RUNNING SWIM إلى آخره من ال- هل يا ترى عندنا استثناء؟ طبعا احنا مو كل الأحرف ضعيفة يعني مو كل الأحرف الصحيحة ضعيفة لذلك ما عدا الأفعال من هاي القاعدة عندنا استثناء الأفعال المنتهية بهاي الحروف يعني المنتهي بال-S ما يلضعف ال-X ما يلضعف ال-Z ما يلضعف ال-W ما تلضعف هذان هي قويات EN ما تلضعف ER ما تلضعف وإلى آخره كلمة visit أيضا ما تلضعف ماشي؟ إذن ما عدا الأفعال المنتهية بهاي الأشياء بالإضافة إلى كلمة visit و-E-R-E-N-W وال-Z وال-X وال-S إلى آخره هذان أيضا هذان ممنوع يلضعفه تمام؟ خلينا أخذ أمثلة مثلا كلمة slow أو كلمة fix أو كلمة open تمام؟ وياي دعني ما يلضعفا ففقط نضع ING على رغم ماشي القاعدة يعني صحب علب صحبة لكن هذان المشددات فقط ING fixing فقط ING opening هذا الفعل هذا الحرف مشدد فمن يكرر صار عندنا حاليا خمس ملاحظات الأولى حرف الـA شنل مصير الـY شنل مصير الـI شنل مصير إذا كان الفعلي ينتهي بحرف صح واحد قبل على واحد شنسوي وأخيرا باقي الأفعال أما باقي الأفعال تمام التي لا تنتمي للقواعد السابقة هنا تأخذ فقط ing ما عدنا عليها مشاكل مثلا كلمة fast اللي معناتها يصوم تمام نصير هنا fasting فقدنا ing مثلا كلمة work احنا من اللي تنضيف ing ناخذ نمشطهم كلهم يعني نشوف وحدة وحدة أول شي ما عدنا اي ما عدنا double اي ما عدنا واي ما عدنا اي ما عدنا صاحب علف صح إذن ما عدنا مشاكل نضع ing تمام working وإلى آخره من الأفعال الباقية راح حطيكم مجموعة من الأفعال حولوهن إلى مستمر رادي رادي لانه من الأفعال الباقية BURG رائد رادي وحلولي هاي الأمثلة على الماضي المستمر منير read a story pause continuous where I and سوكم يا جمع my cousin and I not wait you pause continuous وأخيرا why she cry there pause continue تمام هنا لازم تحلوا ليه هذا بعد ما تقلون الماضي المستمر بشكل كامل بتاقضون أضافة ال I&G بشكل كامل تحلونا هذا الاختبار حتى المحاضرة جاء إن شاء الله الثالثة ننتقل للملزمة شرح الملزمة تفاصيلها وننتقل للموضوع الأول اللي هو ربط الماضي البسيط بالماضي المستمر مستعينين بأدوات ربط تمام ونشوفكم على خير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر